انتشار جديد للقوات الإيرانية وميليشياتها المسلحة في مناطق دير الزور بعد ساعات من القصف الإسرائيلي الذي تعرضت له معسكراتهم المرصد السوري لحقوق الإنسان أوضحاب أن الانتشار هذه المرة في الأحياء السكنية داخل مدينتي الميادين والبوكمال شرق دير الزور قرب الحدود العراقية الانتشار في المناطق السكنية تخوفا من تكرار عمليات القصف التي ساعدت إسرائيل من وطيرتها ووسعت كثيرا من نطاقها المرصد السوري وثق كذلك مقتلى ما لا يقل عن 57 عنصرا بالضربات الإسرائيلية التي استهدفت مخازن أسلحة وصواريخ لكل من قوات النظام وحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية وميليشيا فاطميون في المنطقة الممتدة من شرق سوريا إلى غرب العراق في أكبر حصيلة للخسائر البشرية التي تتكبدها هذه الفصائل بضربة جوية إسرائيلية الانتشار الإيراني في هذه المنطقة يؤثر حفيظة العديد من الدول العربية نتفاهم ونتفق تماما مع الموقف السعودي حول النشاط الإيراني وحول الأعمال الإيرانية في الدول المجاورة وتمثل منطقة دير الزور بالنسبة لإيران أهمية استراتيجية كبيرة لتكمل فيها خطها البري من طهران إلى بغداد وصولا إلى دمشق